اهلا بكم من جديد في الحصة المغاربية فتح الرئيس الجزائري عبد المجيد توبون ملف الفساد المالي بالحديث عن قرب استرجاع الاموال التي تم تهريبها للخارج وامكانية التصالح في قضايا الفساد مقابل رد تلك الاموال توبون اكد التمكن من استرداد اربعة واربعين عقارا لصالح الدولة من بينها قصور وشقق سكنية في فرنسا كما اكد الرئيس الجزائري وجود حسابات سرية اودعت فيها الاموال والمنهوبة التي تم استردادها من قبل المتورطين في قضايا فساد بالداخل وهو ما فسره المراقبون بالتوجه نحو المصالحة مع رجال الاعمال والمزراء المسجونين مقابل استرجاع هذه الاموال استرجاع الاموال المنهوبة خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كانت من ابرز الوعود التي قطعها الرئيس عبد المجيد تبون عشية انتخابه اليوم وبعد مرور قرابة عام ونصف يؤكد الرئيس تبون ان التزامه بدأ يتحقق باسترجاع السفير الجزائري بباريس لاربعة واربعين عقارا من بينها قصور وشقق كما اكد ان دول الاتحاد الاوروبي مستعدة لتقديم يد المساعدة لاسترجاع الاموال المنهوبة والعقارات فور صدور الاحكام النهائية للقضاء الجزائري في قضايا الفساد المعروضة عليه هو جس النبض مع الدول الاوروبية كلها مستعدة لكي تساعدنا في هذه المسعة استرجاع الاموال ممكن ما قدرش رجعوا كل شيء لان كثير منه سري ولكن اعتقد حتى هادو يوم اليوم لازم يبوحوا بشيء اللي عندهم في الاماكين السرية وفي صالح ويرى مراقبون ان حديث الرئيس عبد المجيد تبون عن وجود حسابات سرية اودعت فيها الاموال المنهوبة وفي حال كشف المتورطين في قضايا الفساد عن هذه الحسابات فان هذا سيكون في صالحهم هي اشارة الى امكانية عقد مصالحة مع رجال الاعمال والوزراء المسجونين مقابل استرجاع الاموال المحولة الى الخارج العبرى في هكذا ميلة فات في محاربة الجرمة الاقتصادية هو استرداد المال منهوب تبقى مسألة الحرمان من الحرية القبض الجسدي واستمرار القبض الجسدي على المدان لا يفيد الدولة في شيء واكد الرئيس الجزائري ان رجال الاعمال المتهمين في قضايا الفساد استفادوا من قروض بقيمة ستة الاف مليار دينار جزائري ولم يعيد منها سوى ما نسبته خمسة عشر بالمئة الرئاسة الجزائرية ترى ان المال الفاسد لا يزال يسري في المجتمع ويحاول ضرب استقرار مؤسسات الدولة حيث اكد الرئيس عبد المجيد تبون ان احد المسجونين قام بتحويل عشرة ملايين دولار عبر وسيط لصالح لوب ضغط في الولايات المتحدة الامريكية حسن جزيري قناة الغد الجزائر وينضم الينا ضيفانا من الجزائر الدكتور علي ربيج استاذ العلاقات الدولية ومن لندن عبر سكايب صابر ايوب المحلل السياسي الجزائري اهلا بكما معنا في الحصة المغاربية سيد ربيج لماذا كل بعد هذا الوقت لم يتم استرداد سوى 44 عقار سكني من الاموال المنهوبة التي يقول الرئيس تبون نفسه بانها تبلغ الاف المليارات في الخارج انا لا اسمعك سيد ربيج نعم حتى نتجاوز هذه المشكلة وجه السؤال نفسه للأستاذ ناص صابر ايوب اعتقد ان الحديث عن استرجاع هذه العقارات ان كان هذا صحيح بالفعل او هو عبارة فقط عن ذر رماد في العيون لا احد في الحقيقة يتحقق مما تقوله السلطة او سفارتها او ممثليتها في بيريس تصريحات تبون غير صحيحة؟ ربما تكون غير صحيحة لكن لا دليل لحد الان على ان هذه العقارات استرجعت ممن استرجعت من هم اسماء الذين استرجعت منهم هذه العقارات كيف نهابوها هناك تفاصيل كثيرة نقاط غامضة في هذا الموضوع اما اعطاء رقم هكذا او اعلان خبر هكذا من وحدها الشعب الجزائري يريد ان يعرف بكل تأكيد من سرق هذه الاموال كيف اشترى هذه العقارات اكيد انه فيه قيوط معينة اكيد انه فيه لوبيات معينة هي من سهلت شراء هذه العقارات فيه تعاون فرنسي في هذا المجال تعاون البنوك في اطار خارج القانون حتى خارج القوانين الفرنسية نحن نعلم كيف يتم شراء هذه العقارات في باريس كتاب الجزائر فرنسا علاقات حميمية لكاتبه الفرنسي فرنسوا دوبوات فرنسوا دوبوات تحدث عن مثل هذه الاسليب التي تتعاون فيها ما يسمى بنظام فرنسي عميق مع بعض الفاسدين في الجزائر هناك فساد في الحقيقة طيب سوف نتحدث عن الدور الاوروبي المطلوب في استرداد هذه الاموال لكن انت ذكرت نقطة دعني اسمع رأيي لسيد علي ربيج استاذ العلاقات الدولية بشأنها كان يشكك سيد صابر ايوب من لندن في هذه التصريحات من رئاسة الجمهورية خصوصا وان التبون لم يذكر سوى رقم لم يوضح كيف تم استرداد هذه الاموال او هذه العقارات اولا دعني فقط اوضح بعض ما استمعت لانه كان فيه خلل في الصوت ضيفك الكريم يتحدث انه لا يوجد هنا لكانية وهذا عبارة عن ذر للرماد في العيون وهذه مناورة من طرف السلطة او النظام السياسي هذه الاموال التي نتحدث عليها ليست اموال النظام ولا اموال سيد رئيس التبون وحتى واذا هو لم يريد ان يطالب بها فالشعب الجزائري سيطالب باسترجاع هذه الاموال الطريقة والالية كيف يمكن استرجاع هي هذا الاسرار الشعب لكن هناك مصلحة سياسية قد يقول قائل دكتور ربيج من وراء هذه التصريحات المعروف بانها ليست اموال تبون ولا نظام الحالي ولكن هناك مصلحة سياسية ولتكن هذه المصلحة السياسية لان المترشحين الخمسة الذين ترشحوا في 12-12-2019 في الوعود التي قدموها هو استرجاع تلك الاموال التي نهبت منذ تنصيب السيد عبد العزيز بوتفريقة من 99 الى 2019 اذا هو مطلب شعبي مطلب سياسي مطلب كل الطبقة السياسية لكن دعني اوضح نقطة مهمة جدا وان مسألة التشكيك والعدمية الى يوم الدين هذا امر لا اعتقد انه يتجه بنا الى مسألة ترشيد هذه الوضعية التي نريدها والجزائر التي نريدها الرئيس تكلم على اسس ان هناك استرجاع لعقارات في العاصمة الفرنسية وتكلم انه يوجد مبادرة او يوجد تحرك تبلوماسي جزائري مع الاتحاد الاوروبي وتم استقبال شخصيات اوروبية في الجزائر وتم فتح هذه المسألة فقط اريد ان اذكر نقطة مهمة جدا انه مسألة استرجاع هذه الاموال ليس بالامر السهل والهيين لانه فيه تصريح لسيد بنغرينا وهو زعيم سياسي رئيس حزب سياسي في الجزائر على موقع الجزيرة قال بانه هو سيتم الحديث عن 100 مليار دولار الان موجودة في الخارج اذا مبلغ كبير كيف لهذه البنوك التي فتحت حسابات لهؤلاء الذين الان معظمهم موجودين في السجن فتحت هذه الحسابات بطريقة قانونية نعم لكن دكتور ربيتش تبون منذ ايام حملته الانتخابية عندما كان مرشح رئاسي كان يؤكد للجزائريين بانه يعرف اولا مكان او اماكن بالاحرى وجود هذه الاموال المنهوبة ويعرف كيف يسترجعها ربما فهم من كلام الرجل منذ ذلك الوقت وهو لم يكن بعد رئيسا انه من السهل استرجاع هذه الاموال انا هنا لست اتحدد باسم السيد الرئيس عبد المجيد تبون ولكن ما فهمته من تصريحي ان الطريقة التي يريد ان يصل بها الى استرجاع هذه الاموال نعطيك طريقتين الطريقة الاولى على مستوى الداخلي سيدي واذكرك واذكر المشاهد العربي ان اليوم المحاكم تصدر قرارات بحدز املاك وعقارات هؤلاء الرجال الاعمال اذا هذا نوع من انواع استرجاع الاموال على مستوى الداخلي وبالعملة الوطنية على المستوى الثاني هي العملة الصعبة التي الان فتحت حسابات بنكية في هذه المؤسسات البنكية الاوروبية التي في الاخير لا يهمها مصلحة الجزائر ولا يهمها الشعب الجزائري ولا اموال الشعب الجزائري الذي يهمه هو الخوف ان تسحب هذه الاموال من هذه البنوك فتعلن افلاسها اذا الامر معقد جدا يتطلب وقت وجود ومرافعة قانونية تكون قوية امام المحاكم الاوروبية للضغط على هذه البنوك حتى تردن اموالنا دعني انتقل بعد اذنك الامر ليس سهل تقول الامر ليس سوف اعود اليك في 30 ثانية بالاضافة الى في 30 ثانية بالاضافة الى اثبت كورونا ومنع التنقل عبر الاجواء والمطارات الجزائرية مغلقة اذا كان فيه على قل عملية تقنية انا اؤكد سوف الموضوع للدور الاوروبي انا اؤكد سوف نأتي اليه لكن اريد فقط ان ننهي الحديث داخليا جزائريا استمعت سيد صبر ايوب ما قاله دكتور اربيج لماذا هذه العدمية ولماذا هذا التشكيك اسألك انا لماذا لا تشجعون هذه المساعي التي يقوم بها الرئيس وهذه الشجاعة من طرفه حتى يسترد كل الاموال التي نهبت من اعوان وانصار النظام السابق المشكلة نعم ليست في استرجاع القوانين والتشكيك بطبيعة الحال في محله اين هي هذه الاموال سواء داخليا وقارجيا لا يوجد اي دليل على ان الجزائر استرجعت ولو جزء بسيط من هذه الاموال بل من هم موجودون في السجن ليسوا حتى موجودين في السجن هؤلاء هم النظام القديم ما زالوا يحكمون الجزائر الاملاك املكهم يملكون الجزائر بما فيها والبقية الفوتات للشعب الجزائري وبالتالي الحراك في الشوارع لا يطالب سيف تقول ذلك سيد سيد ايوب وهناك هناك معتقلون داخل السجن وهناك احكام صادرة بحقهم هذه مجرد مسرحية مجرد مسرحية للتمويه بعدما تم تقديم بوطفليقة الرئيس السابق للترشف لعيدة خامسة لمواصلة السرقة باسمه وهو على فراش المرض وعلى فراش الموت تم تقديمه بهذه الطريقة وذاقت الحلقة على النظام واخرج هذه المسرحية التي يتم معالجتها بالاستعانة بفيروس كورونا الذي كاد يقضي على الحراك من اجل العودة مجددا الى الواجهة النظام لم يختفي ما زال في ما زال دعني اسمع من السيد دكتور اربيتش السجن سوف اعود اليك سيد ايوب السجون الاحكام مسرحية كيف ترد سيد اربيتش والله الله يسامحكم قناة الغد في كل مرة تحطوني في هذه المواقف وانا ربما احترم ضيفك الكريم ولكن على الاقل يحترم العقل الجزائري والشعب الجزائري كيف يقول انها مسرحية وعشرات من المسؤولين المدنيين والعسكريين يقبعون في السجون ومحاكمات في كل يوم وصحفيين من المعارضة يغطوا هذه المحاكمات ويقول انها مسرحية انا لا يمكن انني اكون في نفس الموجة من هذا النقاش ولكن مع هذا حتى وان كانت مسرحية يخلينا نعيش وهذه المسرحية يا سيدي خلينا نعيشوها ولم يعيشها اي مجتمع عربي او دولة عربية مسرحية حسنة الاخراج ولكن خلينا نقول نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بشق من حديثي عندما يتكلم انه هذه الاموال لا نستطيع اننا نسترجعها لماذا لانه ما فيش حركة حقيقية انا اطلب منه واطلب من كل معارض او كل صحفي حر في الخارج وخاصة في اوروبا ان يديرون تحقيقات يا سيدي على هذه الاموال واين موجودة وما هي البنوك ونحن هنا في الداخل سنرافع من اجل الامر وسنضغط على الحكومة على النظام السياسي وسندفع نحو استرجع هذه الاموال لكن اننا نبقى بهذا الشعور اليائس والذي يصدر اليائس الى الكل من اراد ان يبضي الى التغيير ربما هذه الاجواء وهذه الطرف لا تساعد انت طلبت دور من الصحفيين الموجودين في اوروبا والسيد صابر ايوب صحفي جزائري موجود هناك كيف تتلقى هذه الرسالة؟ ما الدور الذي يجب ان تلعبوها انتم؟ بدل التشكيك فقط؟ نعم موجودة هذه التحقيقات وموثقة هذا على مستوى الخارج وان كانت فيه الاعيب كثيرة يصعب في الحقيقة استرجاع هذه الاموال لان وراء هذه الاموال محامين وراء هذه الاموال الشركات تستطيع ان تلثوي حتى على القوانين الاوروبية وبالتالي من المستحيل استرجاع هذه الاموال تبون عندما يتحدث عن استرجاع الاموال على الاقل حاولوا ليس هناك ضر من المحاولة نتحدث في الداخل في الداخل فقط ربما ضيفك الكريم يعرف الفلات الموجودة في الاحياء الراقية هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان بيئة الاسماء على الاقل استرجعوا هذه الفلات استرجعوا هذه الاموال هذه الشركات لم تسترجع حتى منهم في السلطة ما زالوا لحد الان يسرقون لان النظام لم يتغير الشعب الجزائري يعرف جيدا ان منهم في السلطة في البرلمان في اي مكان من الاماكن حتى في اقصى بلدية في الجنوب الجزائري السرقة متواصلة وبالتالي الحديث عن استرجع هذه الاموال والسرقة متواصلة والدولة يغيم فيها القانون وهذا الحديث على مسؤوليتك سيد ايوب ولا توجد عدالة في طبيعة ولا توجد عدالة في الجزائر بل هو عدالة سير او قانون يسير او قضاء يسير بالهاتف الحديث عن استرجاع دعنا ما اخذ رأي سيد دربيج بدلا من ملاحقة اموال منهوبة في الخارج لماذا لا تستردوا المال المنهوب في الداخل اولا انا اقول لذيفك الكريم ولكل شعب الجزائري فيما يتعلق بمسألة استرجاع الاموال المنهوبة على مستوى الداخل والعقارات المنقولة والقارة اليوم المسألة هي تمضي عبر المحاكم وهناك استئناث تنتهي المسألة في الجزائر عند المحكمة العليا عندما تصدر المحكمة العليا القرار النهائي الغير غابل للطعم كم نمضي الى مرحلة الثانية وهي مرحلة لم اسمع السؤال كم هي عدد هذه العقارات والاموال التي استرجعت في الداخل ومن سرقها وكيف سرقها بالعشرات فيما يتعلق برجل الاعمال تحقود رجل الاعمال كونيناث رجل الاعمال حداد الان صدرت احكام وحتى بعض الوزراء وبعض الشخصيات الاخرى صدرت في حقهم قرارات بحدز املاكيين وممتلكتين ارجو فقط عدم ذكر عذرا عذرا دكتور البيج وايضا سيد ناصر ايو قبل نقطة نظام ارجو عدم ذكر اسماء اي اشخاص قبل ان تصبح الاحكام نهائية بعد اذنكم اه ممتاز اذن لما تصدر الاحكام النهائية نمضي ويمضي القضاء الى تنفيذ هذه الاحكام وهنا انا توقع ستكون بالالاف الملايير التي سترجع الى الخزينة الدولة فيما يتعلق بمسألة انه ما زال فيه سرقة ما زال فيه رشوة ما فيه مقاومة انا نقول لك وانا من الجزائر الان وعلى مسؤوليتي انه ما زال مثل هذه السلوكيات بل هناك مقاومة من داخل ادارة بل هناك ما الان يعبث بالمواد الغذائية الاكتر اهمية بالنسبة للجزائرين ونحن مقبلينا على شهر رمضان اذن يوجد بعض الاطراف التي ما زالت ترفض فكرة التغيير او الجزائر بوجه جديد ليس بعض الاطراف ولكن رأس النظام من تقصد برأس النظام تبون يعني فقط اي ان كان لن يكون فوق المطلوب تغيير تبون فقط سيد ناصر ايوب لا لا تبون هو واجهة مدنية بوتفليقة كان واجهة مدنية كل رؤساء الجزائر هم عبارة عن واجهة مدنية لمؤسسة حقيقية من بعض الاشخاص خاصة في المؤسسة العسكرية هم من يتحكمون في النظام هم من يغيرون الرؤساء والحكومات واغلب المسؤولين في الجزائر هم من يقررون من يكون رجل اعمال ومن يكون فقير في الجزائر هم ارباب الجزائر وهم من يتحكمون في كل شيء بوتفليقة في الحقيقة لم يكن سوى ايضا واجهة مدنية وعندما هارم ومارضة تخلصوا منه بهذه الطريقة واخرجوا هذه المسرحية لان الشارع فار ضدهم حتى يستمروا في الحقيق نعم رأيك سيد ربيج لانه يبدو سيد ايوب يقول بان تبون يسير على نفس المنوال لا اجد صعوبة في تفريق بين سؤالك وتعليق الضيف لا والله يصدقني انا اجد صعوبة في هذه المسألة فرجاء انا اريد فقط ان اعلق في مسألة انه تفضل الرئيس الحالي قم تعينه من قبل الجيش وان الجيش هو الذي يتحكم في المشهد اذا انا اضف له معلومة اخرى اضف الى هذا انا لم اقول الجيش قلت بعض النافذين الذين يحكمون الجزائر ليس الجيش من هم هؤلاء النافذين والله نورنا بيهم باش نعرفوهم انت تعرف بشكل جيد انت هناك في الجزائر يعني المفروض انت تعرف بشكل جيد ايوب ايوب انا الشي اللي اعرفو انه الى جانب هؤلاء النافذين يوجد عشرة مليون جزائر يخرجوا في 2019 للتصويت على الرئيس او المترشيح الخمسة اذا النافذين زايد عشرة مليون هؤلاء جزء من الشعب الجزائري ويحق لهم ان يقولوا كلمتهم الان ان نصور الموقف والوضع الذي تمر به الجزائر من نفس ما كانت عليه في التسعينات والستينات ارجو ارجو فقط ان تترك ضيف الجزائر حتى يون هي فكرتها لان الوقت بفعل قاد انتهاء اكمل لو سمحت تفضل تفضل ارجو اي 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 دكتور اربيج لم افهم هل اكمل او نعم قلتك اكمل فكرتك لانه تم مقاطعتك حتى ننهي هذا النقاش لانتهاء الوقت ان كان لديك ما تضيف لاني والله اجد صعوبة في الافكار حتى يعني في تسلسل انه اسمع كلام وتعليقات لاني انا طيب حتى نستفيد من هذا الحوار ويستفيد الاخ ايوب وحتى المشاهد نحن الان ربما نقطع مع ممارسات وسلوكيات كانت في الماضي انا وافق جزء من كلام انه كان فيه تجاوزات كانت فيه اخطاء خروج الشعب الجزائري في الحراك وخروجه في فيفري لانه لم يكن يرضى بان تستمر تلك الوضعية اليوم يجب اننا نحلق على ما يجب التعليق عليه وهذا باتته سالفا سيد ربيج اشكرك جزيلا من الجزائر دكتور علي ربيج وستاذ العلاقات الدولية ومن لندن صابر ايوب المحلل السياسي الجزائري شكرا لكم